في نهاية الفيديو الأخير قمت أنا وأصدقائي بطرح فكرة جيدة لبيع الجوارب عبر الإنترنت فاتجهنا إلى مستثمر الملاك كانت في حوزتنا 5 ملايين دولار في الأصل وقام بتقييم ما نملك بأن قيمته 5 ملايين دولار بالتالي ولأنه سيعطينا 5 ملايين دولار أصبح المستثمر يملك 50% من قيمة الشركة ونحن الخمسة نملك 50% من قيمة الشركة وكان عدد الأسهم الإجمالي يساوي مليوني سهم من ثم أنفقنا 4 ملايين دولار من الملايين الخمس لنفترض أن ذلك حدث بعد انقضاء 6 أشهر إذ وظفنا 50 موظف وأنشأنا موقع إلكتروني لكن لم يعد لدينا الكثير من المال بل قد تنفذ منا النقود قبل أن نبدأ ببيع أي شيء بل ويفترض أن نبدأ ببيع الكثير من السلع لنتمكن من دعم المشروع وجعله يستمر نحن بحاجة إلى مصاريف كثيرة للتسويق وأمور أخرى بالتالي اتجهنا إلى مستثمر محترف ذهبنا إلى موولي رأس مال مخاطر أولي وبهذا نخوض الدورة الأولى من تمويل رأس المال المخاطر للبحث عن تمويل بعد عدة محاولات وجدنا شخصا معجبا بمشروعنا وبدأنا بالتفاوض على المال اللازم حيث أخبرنا هذا الفريق بالتالي لقد ذكرتم أنكم بحاجة إلى عشرة ملايين دولار ونحن نصدقكم نعلم أن هذا هو المبلغ اللازم وإننا نرى أنكم تديرون مشروعا جيدا إذن لنفترض أننا بحاجة إلى عشرة ملايين دولار كي أكون واضحا نحن بحاجة إلى هذا المال لدفع نفقات مستمرة كما نخطط لجعل المشروع مشروعا كبيرا الأمر الذي تترتب عليه المزيد من المصاريف وسنحتاج لتسويق المشروع وما إلى ذلك إذن سيخاطبنا أحد المستثمرين قائلا لدينا عشرة ملايين دولار وسنوافق على إعطائكم إياها الفكرة التي أتيتم بها هي الفكرة الدارجة الآن وهناك بعض مستثمري رأس المال المخاطر في المبنى المقابل ممن يستثمرون في شركة بيع ملبوسات داخلية عبر الإنترنت إنها الصيحة الدارجة الآن لذا سنقوم بما يقومون به أيضا سأطرح السؤال التالي على ما سيحصلون لقاء الملايين العشرة ما قيمة الشركة الآن؟ مجددا نحتاج لعمل تقييم ما قبل البدء بالاستثمار ما قيمة الشركة الآن؟ سيذكر المستثمرين أن هذه فكرة جيدة وأنها لن تفشل لن يذكروا أن الفكرة تقيم بخمسة ملايين دولار لكن تكمن الفكرة العامة حسب ما آمل في أن التقييم ما بعد الاستثمار يشير لأن قيمة الشركة تساوي عشرة ملايين دولار أليس كذلك؟ هنا في هذا الوقت بلغت قيمة المشروع عشرة ملايين دولار من ثم قمنا بعدد من الأعمال وأنفقنا جزء من الملايين الخمسة ونأمل أن يكون ذلك قد أضاف قيمة للمشروع إذا قمنا بإضافة قيمة لما لدينا هنا حولنا هذا المال إلى أشكال أخرى من الأصول كالموقع الإلكتروني وأمور أخرى كالخبرات والطاقم المحترف وكل ذلك وربما أصبحت قيمة ذلك تزيد عن عشرة ملايين دولار وإلا سنكون قد أهدرنا المال الذي لدينا وتحول كل ذلك إلى هباء منثور من الصعوبة بمكان تقييم أي شيء في هذه المرحلة ويقوم غالبية ممولي رأس المال المخاطر بمجازفات خطرة حيث تغامر هذه الشركات لربح مبالغ طائلة من المال في بعض الأحيان قد تكون فرص ربح مليار دولار تساوي 10% مقابل فرصة أن لا يربح شيئا تساوي 90% أي أنني لو جازفت عشرة مرات فهناك احتمالية أن أربح مرة واحدة على الأقل لأعوض خسائري بعدها وهذه هي طريقة تفكيرهم وفي هذه المرحلة ستكون المفاوضات مع المستثمرين جادة بشكل كبير لكن لن يحدث ذلك في هذه المرحلة نحن في هذه المرحلة الآن هذا ما نملكه في هذه المرحلة من مراحل تأسيس الشركة سيخبر للمستثمرين بأنه لدينا موقع إلكتروني جيد وهؤلاء الناس قبالتنا لديهم موقع إلكتروني جيدا عليهم أن يقدموا تقييما قبل البدء بالاستثمار بقيمة 20 مليون دولار لكن إن سوقكم ليست كبيرة مقارنة بسوق شركة الملبوسات الداخلية فما تبيعونه هو الجوارب فحسب بالتالي فإن فرصكم ليست كبيرة بما يكفي لذا سأعطيكم تقييما ما قبل البدء بالاستثمار بقيمة 15 مليون دولار أو يفترضون أن قيمة ما لدينا تساوي 15 مليون دولار إذن قاموا بتقييم ما نملك الآن ب15 مليون دولار وهذا جيد بما يكفي إذا كان ما نملك يساوي 15 مليون دولار فما قيمة أسهمنا الآن لاحظ أنهم لم يعطونا أي أموال هذا هو التقييم ما قبل البدء بالاستثمار بالتالي ما قيمة السهم الواحد 15 مليون مقسوما على مليوني سهم تساوي 7.5 دولار هذا جيد لأنه في هذه الحالة وتذكر أن هذا المثال يعكس الحالة السلبية نوعا ما لكن في هذه الحالة بلغت تقييم قبل الاستثمار 5 مليون دولار لمليون سهم وبلغت قيمة السهم 5 دولارات وعندما زادت قيمة الأصول لتصبح 10 مليون دولار لا تزال قيمة السهم الواحد تساوي 5 دولارات وقبل وبعد هذه الدورة ذكر المستثمر الملاك بأن قيمة السهم الواحد تساوي 5 دولارات بينما سيذكر مستثمر رأس المال المخاطر والذي يعتبر مستثمر محترف ويعمل لحسابه عدد من حملة شهادات إدارة الأعمال بأن قيمة السهم الآن تساوي 7.5 دولار إذ بعد 6 أشهر حصلنا على عائد بنسبة 50% على أسهمنا وسنلاحظ أن المستثمر الملاك سعيد بذلك فهو يشعر بالرضا فقد كان ذلك تزكية لخياره بالرهان علينا كما سنشعر بالرضا كذلك فعلى المدى القصير على الأقل حصلنا على عائد على أي حال حصلنا على تقييم ما قبل الاستثمار بـ 15 مليون دولار وسأدعو لك فرصة التفكير في ذلك ما قيمة التقييم ما بعد الاستثمار؟ ماذا قد يحدث لو استلمنا العشرة ملايين من المستثمر في الواقع؟ دعونا نقوم بعملية حسابية بسيطة لنفترض أننا بحاجة لـ 7.5 مليون دولار لكننا نأمل أن يكون التقييم ما قبل الاستثمار يساوي 20 مليون دولار لأن هذا ما حصل عليه أصحاب المشروع الآخر وذلك لأننا سنحصل على تقييم ما قبل الاستثمار بـ 15 مليون دولار لا نريد أن نأخذ قدرا كبيرا من الأسهم منهم لأننا لا نريد أن نتخلى عن أجزاء من الشركة لذا سنأخذ 7 ملايين ونصف دولار اعتقادا منا أن هذا كاف لضمان استمرار المشروع وهذا ما قمنا بفعله لقد حصلنا على 7 ملايين ونصف مليون دولار من مستثمر رؤس المال المخاطر الأولي وتبلغ قيمة أصولنا القديمة 7 دولارات ونصف للسهم الواحد إذن بما أن المبلغ الذي حصلنا عليه ساوي 7.5 ملايين دولار ولأن قيمة السهم الواحد تساوي 7.5 دولار للسهم سنعطي المستثمر مليون سهم أخرى بالتالي ماذا سنفعل؟ لقد أصبح المستثمر الملاك عضوا في مجلس الإدارة الآن لأنه يملك عددا كبيرا من الأسهم يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال حملة الأسهم وإذا كنت تملك 50% من الأسهم فقد تصبح عضوا في مجلس الإدارة كما ويمكنك إضافة أناس آخرين إليه كذلك إذن يملك الأول مليون سهم والثاني أصبح يملك مليون سهم أخرى وما عدد الأسهم الإجمالي؟ يبلغ عدد الأسهم الإجمالي 3 ملايين سهم توجب علينا إصدار مليون سهم أخرى وما هو قيمة تقييمنا ما بعد المال؟ بلغت قيمة التقييم ما قبل الاستثمار 15 مليونا وأصبح الآن في حوزتنا 7.5 ملايين دولار بالتالي أصبح التقييم ما بعد الاستثمار يساوي 22 مليون دولار ونصف ما نسبة أملاكي وأملاكي أصدقاء الأربعة؟ يملك المستثمر الملاك مليون حصة أصبح الآن يملك مليون حصة من مجموع 3 ملايين ما يعني أنه يملك الآن أكثر من 30% من الشركة ويملك مستثمر رأس المال المخاطر مليون حصة أخرى من 3 ملايين حصة حسنا هذا ما نسبته 33.3% يملك 33.3% هذا ما يملكه مستثمر رأس المال المخاطر وبالنسبة لأصدقائي وأنا نملك جميعنا 33.3% أملك منها الخمس أي أصبحت الآن أملك أكثر من 5% بقليل إذن أصبحنا نحن المؤسسين نملك ثلثة الشركة والآن أصبح بحوزتنا 7 ملايين دولار ونصف والتي حصلنا عليها للتو بالإضافة للمليون الذي تبقى من الأموال السابقة لنفترض الآن أن 6 أشهر أخرى مضت وأصبحت ميزانيتنا العمومية القديمة تبدو هكذا سنرسم هذه الأسهمة كلها لازلت أحتاج دورتي تمويل أو أكثر قبل القيام بطرح الشركة للاكتتاب العام هذا هو نصيبي من الشركة يبلغ نصيب المستثمر الملاك 200 ألف دولار هذا هو المستثمر الملاك وهذا هو ممول رأس المال المخاطر الأولي لنفترض أنه بعد 6 أشهر قمنا باستهلاك كامل المبلغ الذي كان بحوزتنا قمنا بالتسويق للموقع الإلكتروني وتبقى في حوزتنا مليون دولار واحد فقط وهذا هو الحافز وراء معرفة الوقت المناسب لجلب تمويل إضافي في الواقع ربما أدركنا حاجتنا للتمويل في وقت كان معنا مليوني دولار نظرا لأننا وظفنا مزيدا من الناس وأصبحنا ننفق المزيد من المال ونعني بإنفاق المال هنا مقدار المال الذي ننفقه شهريا ولأن المشروع لم يدخل أي تعوائد حتى اللحظة وبالطبع فإن أصول الشركة والمتمثلة في الموقع الإلكتروني المكاتب والخبرات بعضها غير محسوسة كما أن الشركة جديدة في السوق وأصبح لها علامة تجارية خاصة ولأنك قمت بالتسويق قد يقوم البعض بالتعرف على الشركة إذن هناك من تعرف على موقع soxonline.com لا أعلم إذا كان الموقع موجودا بالفعل لذا أعتذر في حال كانت هذه الشركة حقيقية لكن أصبحت تملك الآن علامة تجارية وبالتالي أصبحت جاهزا للعمل لكن لا يزال التدفق المالي بالسالب حتى اللحظة أصبحت كمية المال المهدر أقل نتيجة لتردد الناس على موقعك الإلكتروني وشرائهم لبعض المنتجات لكن لا تزال بحاجة لبعض المال حسب ما تعتقد ليدر المشروع المزيد من المال وما إن تحصل على هذا المبلغ ستتمكن من الانطلاق بقوة بالتالي ستتجه إلى مستثمر رأس مال مخاطر آخر مجددا قد يردك كثير منهم خال الوفاة لكن سيوافق أحد المستثمرين على طلبك وسيمنحك المال وستخبره أنت أنك بحاجة إلى خمسة ملايين دولار سيوافق على طلبك وسيقوم بتقييم مشروعك على فرض أن الأمور ستسير على ما يرام سنتمكن من توفير المال لقد زادت قيمة المشروع ويعني ذلك زيادة قيمة التقييم ما قبل الاستثمار لهذه الدورة عن قيمة التقييم ما بعد الاستثمار للدورة السابقة وبالتالي ستزداد قيمة المشروع لقد ازدادت قيمة المشروع وقد تنخفض كما في هذه الحالة لقد تم تقييم المشروع بخمسة عشر مليون دولار في حين بلغت تقييم ما بعد الاستثمار للدورة السابقة عشرة ملايين إذن هنا زادت قيمة المشروع إذا رفض هؤلاء المستثمرين الاستثمار وذكروا بأن قيمة المشروع ما قبل الاستثمار تساوي 8 ملايين دولار فهذا سيؤدي لانخفاض قيمة المشروع وهو أمر لا يرضي أي من الأطراف سنتكلم عن تداعيات ذلك الأمر في القريب العاجل ما الذي يجعل انخفاض تقييم المشروع سيئا لهذه الدرجة؟ في بعض الأحيان قد لا ترغب في الحصول على تقييم جيد للغاية لأن هذا سيؤدي إلى صعوبة في الحصول على تقييم جيد في الدورة التالية وقد تضطر لقبول تقييم أقل الأمر الذي يحمل تداعيات سلبية لكن الآن أصبحت تملك علامة تجارية واعدة من السهل عليك جمع المزيد من التمويل لذا ستتجه إلى مستثمر رأس مال مخاطر مختص في مساعدة المشاريع للوصول إلى مرحلة الإنتاج وما ستقوم بفعله هو زيادة المال اللازم في السلسلة بي وكي تكون الأمور بسيطة هنا ستزيد قيمة المشروع في الدورة الأخيرة بلغت قيمة التقييم ما قبل الاستثمار السابق 22 مليون دولار ونصف أليس كذلك؟ قمنا بزيادة قيمة المشروع هنا بالتالي سيذكر المستثمر بأن قيمة المشروع تساوي 30 مليون الآن نحتاج لعشرة ملايين دولار كي نتمكن من العمل في السوق كم من الأسهم علينا أن نوفر؟ حسنا بلغت قيمة التقييم ما قبل الاستثمار 30 مليون دولار ولدينا ثلاثة ملايين سهم إذن قاموا بتقييم قيمة أسهمنا بمقدار عشرة دولارات للسهم الواحد وهو أمر جيد تذكر في الدورة الأولى أعطانا المستثمر الملاك خمسة دولارات للسهم في الدورة الثانية كانت قيمة السهم سبعة ونصف دولار للسهم والآن أصبحت قيمة السهم عشرة دولارات بالتالي إذا بعناه السهم بعشرة دولارات علينا إصدار مليون سهم أخرى لنحصل على الملايين العشرة سنصدر مليون سهم أخرى والتي ستصبح من نصيب المستثمر الثاني هذه هي الدورة B حصلنا على عشرة ملايين دولار إذن قمنا بدورة مع المستثمر الملاك ومن ثم حصلنا على السلسلة A وأعطانا المستثمر سبعة ونصف مليون دولار من ثم قمنا بالسلسلة B وحصلنا على عشرة ملايين دولار ويمكننا الاستمرار على هذا المنوال السلسلة C السلسلة D وهكذا وسأكمل الحديث في هذا الموضوع في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر